لم تكن ثورة الخميني على نظام الشاه نقطة تغير في البلد المعني إيران بقدر ما هي نقطة تمحور واصطفاف المنطقة كلها مفاهيم وتحالفات بدأت الثورة في شوارع العاصمة طهران واريد لها أن تمتد إلى عواصم أخرى عبر ما سمي لاحقا بتصدير الثورة بعد نجاح الثورة استهلت إيران حقبتها الجديدة بحرب دام يستمر الثمانية سنوات مع العراق رهاء الأخير والعرب حينها تصديا لا بد منه لأطماع إيران الجديدة لكن تلك الأطماع كما يصفها البعض وجدت فرصتها الذهبية وثمرة مشروع متكامل قوامه خطة وحلفاء بعد خمسة عشر عاما من موعد انتهاء الحرب وتحديدا غزو العراق مثل احتلال العراق فرصة ذهبية لإيران لعادة أحياء من دثر من أحلام الثورة وبيئة خصبة لعمل أذرعها العسكرية التي دابت على تسليحها وتدريبها لسنوات فتوغلت في العراق باسطة نفوذا بدى من الصعب كبح جماحه مع تراجع الدور الأمريكي الذي وصفه البعض تنافسا بينما رآه الآخرون تخادما بسرعة دراماتيكية ومنحا تصعدي تمددت إيران من بغداد إلى دمشق وصولا إلى بيروت ثم اتجهت جنوبا فأحكمت قبضتها على صنعاء وهذا ما كان مدعاة لافتخار حيدر مصلحي وزير الاستخبارات الإيرانية السابق بالقول إن بلاده تسيطر فعلا على أربع عواصم عربية رفعت إيران مجددا راية ثورة إسلامية تحمل صبغة مذهبية وأحلاما قومية استخدمت فيها أذرعا مسلحة تتبعها عقائديا ضمن ما استلح عليه مؤخرا الحرب بالوكالة مستثمرة نزاعات داخلية وصراعا عربيا صهيونيا حتى أطلقت على نفسها ومريديها محور المقاومة ذاك المحور الذي عرفته مدن الفلوجة وحمص وتعز أكثر من أي مدينة أخرى لا سيما في الأراضي المحتلة بيد أن محور المقاومة هذا بحجده في العراق وحوثية اليمن وحزب لبنان لم يكن يدور في خلده إما كان يقمعه في العراق وسوريا اندلع في إيران ذاتها فشهدت طهران وغيرها من المدن مظاهرات تحاكي في الشكل تلك التي اندلعت قبل تسعة وثلاثين عاما لكنها اختلفت بالمضمون فصيحات اليوم تنادي علنا بسقوط النظام الإيراني الذي بناه الخميني ترجمة نانسي قنقر